السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة التقنية فوريو من أجل تحديد الأقسام في المدونة كما هو مبين لكم هنا في مدونة التقنية فوريو مثلا قسم البرامج تدخل إليه فتجد كل ما يتعلق بالبرامج كما هو مبين هنا مثلا الويندوز كل ما يتعلق بالويندوز سوف تجده في هذا القسم كيف يتقسيم هذه الأقسام وإضافة المواضيع إلى كل قسم بحيث الزائر يمكنه الولوج إلى أي قسم من هنا ويجد كل ما يتعلق بالقسم الذي تضع له الاسم من أجل إعداد هذه التقنية ما عليكم سوى التوجه إلى المشاركات هنا ثم في هذه الصفحة سوف تتوجه إلى التنصيق تضغط على التنصيق وبعد ذلك سوف تضيف خاصية التسميات كما أنا أضفتها هنا في الجانب سوف تضيفها وتقوم بالحفظ وتقوم بحفظ عرض الأدات ثم تضغط على الحفظ ومن أجل إضافة التسميات ما عليك سوى إضافة أدات وتبحث عن التسميات هنا أو التصنيفات ثم تضيفها إذن بعد إضافة التسميات كما تشاهد عند عمل ريفريش سوف تجد أن التسميات قد ظهرت في الجانب هنا تاني شيء ستقوم به وهو فتح صفحة جديدة ثم المشاركات ثم بعد ذلك سوف تختار مقال من هذه المقالات مثلا نختار مقال سوف نسميه نختار مثلا مثلا نختار هذا المقال وفي الجانب هنا نسميه مثلا نحن نود إضافة قسم جوجل مثلا قسم جوجل هذا هو القسم الذي نود إضافته نضغط على تعديل بعد ذلك كما تشاهدون تم حفظ التغيرات نتوجه إلى التنصيق ثم نتوجه إلى القائمة العلوية أو القائمة الرئيسية نضغط على تعديل بعد ذلك نقوم بالنزول إلى الأسفل هذه هي القوائم التي أنا سبق وأضفتها نضيف اسم جوجل كما شرحنا إضافة عنصر جديد نضغط على إضافة عنصر جديد ثم نقوم بتسمية جوجل بعد ذلك نضغط حفظ ثم حفظ نتوجه إلى المدونة ونضغط على رفريش كما تشاهدون أوتوماتيكيا تمت إضافة جوجل نضغط على جوجل يوجهك إلى هذه الصفحة بعد ذلك تقوم بنسخ رابط هذه الصفحة كاملا ثم تقوم بنسخه في القسم الذي أضفته من جوجل هذا هو قسم جوجل ثم تعديل العنصر ثم تضيف الرابط الذي نسخته ثم تضغط على الحفظ وهنئ لك الآن بعد ذلك يمكنك إخفاء أداة التسميات من هنا ثم إخفاء الأداة ثم حفظ وعند عمل رفريش سوف تختفي التسميات وكما تشاهدون يضاف قسم جوجل أي مشاركة أضفت هنا وقمت بإسميتها بإسم جوجل سوف تضاف أوتوماتيكيا في هذا القسم كما تشاهد بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية هنا المواضيع وبالدخول إلى قسم جوجل سوف يفتح معك الموضوع الذي أضفناه في تصنيف جوجل إذن أتمنى هذه الطريقة أن تفيدكم وتحل مشاكلكم في تقسيم المدونة إلى أقسام بحيث تستطيع كل قسم إنجاز المواضيع الخاصة بها وتسهل المؤمور على الزائرين بحيث يجدون أن الأقسام التي تهمهم هنا في الأعلى وبالذهاب مباشرة إلى القسم يجدون كل المواضيع التي تتعلق به أشكركم على حسن التتبع وانتظرونا في مزيد من الدروس والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر